تتلاحق الأزمات التي تصيب السوريين وخاصة الذين لا زالوا صامدين في الداخل أخيرها ما يعانيه السوريون التابعون لمحافظة القنيطرة صحيا للأسف بلا أدوية أو مخابر ومع انتشار أهالي محافظة القنيطرة ضمن أربع محافظات مصاب الأمراض المزمنة ووضعهم سيء جدا دعونا نتعرف أكثر عن وضعهم الصحي من خلال هذا التقرير في بداية العام الماضي أكد مدير صحة القنيطرة التابعة للنظام عوض العلي تعافي القطاع الصحي وافتتاح أغلبية المراكز الصحية على أرض المحافظة وفي تجمعات النازحين حسب ما نقلت صحيفة الوطن المقربة للنظام وعن صحيفة ذاتها تعاني المراكز الصحية في المدينة من غياب عام للأدوية بالتزامن مع هذا النقص يعاني أكثر من عشرين ألف مريضا من عدم توفر أدوية أمراضهم المزمنة بالإضافة إلى توقف كثيرا من المراكز الصحية ومخابر التحليل عن العمل بسبب عدم المواد المخبرية ومن جهتها أكدت رئيسة مركز العيادات الشاملة في الحلبوني هيام مرديني توفر الأنسولين بأنواعه لمرضى سكري وعدم توفر أي نوع من الأدوية للأمراض المزمنة الأخرى وفي طريقة للحال تسعى مديرية صحة القنيطرة لتدوير الأدوية بين بعض المراكز بحيث تأخذ الفائضة في بعضها وتحوله إلى المراكز متضررة مما يضمن عدم المساس بالمخزون الاستراتيجي والاحتياطي لمديرية ربما يتأقلم الناس على ركوب الأحصنة واتباع حميات غذائية في ظل الوضع الاقتصادي السوري اليوم ولكن هل يمكن للنظام أن يقمع المرض أو ربما يكتفي باعتقاله حتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع سيكون معنا في الستوديوات دكتور هيثم أحمد أهلا وسهلا فيك وعبر السكايبين دمشق الصحفي مجد رسلان أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فيكم نبدأ حوارنا بدي أذكر مشاهدينا بسؤال حلقة اليوم في ظل غياب الأدوية وتوقف المخابر عن العمل هل تتأزم أحوال مصابي الأمراض المزمنة في محافظات القونة تقدروا جاوبونا بالتصويت والتعليق على صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك وبدي بلش معك مجد مسأل خير مرة تانية إذا منقدر نفهم أكثر الوضع الصحي في دمشق اليوم هل هناك أمراض معينة تنتشر أو بيئة معينة؟ لا شك أن القطاع الصحي في سوريا قد تضرر حاله كحال جميع القطاعات في سوريا إذا أردنا الحديث عن دمشق الوضع الصحي أيضا يعاني من نقص في الأدوية وأيضا هناك مشكلة أخرى هي ازدحام المشافي إذا أردنا أن نأخذ مثالين المثال الأول هو مشفى الأطفال في المزة النقص يكون أولا بفعل نقص الكوادر يعاني المشفى منذ أكثر من سنة من نقص الكوادر الأطباء الاختصاصيين بسبب هجرة الكوادر إلى خارج سوريا وأيضا بسبب استقطاب المشافي الخاصة التي لا يطيق السوريين دفع مستحقات هذه المشافي بسبب الأجر المادي المرتفع الذي لا يمكن مقارنته بالمشافي الككومية المثال الثاني هو مشفى البيروني أيضا هناك نقص بالأدوية المتوفرة بالسرطان اعتمدت الحكومة على الجرعات المصنعة من إيران التي هي لا تمتلك الفاعلية والنجاعة الأدوية المستوردة التي كانت تستورد أوروبيا إضافة إلى أن مرضى السرطان في مشفى البيروني يتأخرون أكثر من شهر عن موعد الجرعات القل القليلة منهم من لديهم وفرة مادية يمكنهم الذهاب إلى بيروت للحصول على بديل ولكن القطاع الطبي في دمشق يمكن أن نقول أنه يعاني من عجز أو نقص حاد في الأدوية وأيضا في الكوادر إذن القطاع الصحي في دمشق يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية نحكي اليوم الآن عن أبناء محافظة القونيترة اللي عندهم أوضاع صحية وبيعانوا من أمراض مزمنة كيف يتم التعامل معهم؟ يعني أبناء محافظة القونيترة مثلهم مثل باقي المحافظات وفدوا إلى دمشق بعداد كبيرة وهم يشكلون أيضا يعني عجز حقيقي في المنشآت الطبية داخل دمشق سمعنا عن نقص مواد مخبرية في القونيترة الحال كان بالوجوء أهالي القونيترة إلى دمشق وإلى محافظة درعا لمحاولة رأب هذا النقص إن صح التعبير خلال سنوات الحرب في تلك العديد من المؤسسات الأهلية معظمها كانت كنسي تكفلت بعض المخابر والأطباء بتقديم المساعدات للنازحين على غرار ما حدث مع أهالي دير الزور حيث تكفلت مجموعة من الأطباء بتسير أمور المرضى أنذاك ولكن هذا لا يمكن اعتباره إلا مبادرات فردية خارج الإطار الرسمي وخصوصا نحن نتكلم عن أعداد كبيرة من المرضى يتعدهم 20 ألف مريض نعم رح نرجع لك مجد ابقى معنا دكتور هيثام إذا بدنا نحكي عن غياب الأدوية عن اللي عنده أمراض مزمنة قديش في خطورة في غياب هاي الأدوية وقديش فعلا بقدر المريض يتحمل غياب هذه الأدوية طبعا الأمراض المزمنة من اسمها هي أمراض تستمر فترة طويلة من العمر وبالتالي لا بد من تناول الدواء المناسب والإجراءات الطبية الأخرى حتى نستطيع أن نتعايش معها ونخفف من آثارها السلبية ومن مضاعفاتها الخطيرة فغياب الدواء غياب العلاج سيسبب مشاكل كبيرة يعني معاناة أكثر تفاقم في الأعراض أكثر وأيضا هناك مضاعفات ستظهر بسرعة ربما أو إذا ظهرت لن نستطيع أن نواجهها إذن غياب الدواء هو مشكلة كبيرة بالنسبة للأمراض المزمنة بعض الأمراض قد نعجل بوفاة المريض إذا لم يتناول علاجها في الوقت المناسب مانو عم نحكي عن الأدوية رح أوجه السؤال لأستاذ مجد بالنسبة لأسعار أدوية الأمراض المزمنة شو هي معلوماتك عن توفرها عن أسعارها؟ يعني بحسب نقيب الصيادلة فإن هناك 24 معمل قد خرجوا عن الخدمة بسبب الحرب أبرزها وأكبرها هو معمل تميكو الذي كان موجود في المليحة في ريف دمشق الذي دمره ونهبت محتوياته هذا أدت إلى ارتفاع أسعار الأدوية وأيضا بحسب نقابة الصيادلة في دمشق بنسبة 89% النظام اعتماد البديل وهو أغراق سوق الأدوية نصح التعبير بالأدوية الإيرانية مثل ما ذكرنا التي يعاني الناس من عدم كفاية نجاعتها ارتفاع أسعار الأدوية هي ليست المشكلة المشكلة هي أن هذه الأدوية هي ليست ناجعة بما يكفي لذلك نرى أن في دمشق ينشط سوق تهريب أو الأدوية المهربة القادمة من لبنان أو من الأردن بسبب عدم نجاعة البديل الطبي أو البديل الدوائي المتاح من هذه النقطة بدنا تعليق من الدكتور هيثم بالنسبة لموضوع الأدوية اللي ذكرها مجد أنه يكون في أدوية بديلة وما عم تكون بنفس مستوى الأدوية اللي متعودين عليها بالأساس فقداش فعلا عند الشيء ممكن يعمل خطورة عند المريض المتعود السنين على نوع معين من الأدوية طبعا جودة الدواء تلعب دورا هاما في تخفيف الأعراض وفي التغلب على المرض وبالتالي عندما يكون هناك دواء ليس بنفس الجودة المعتادة التي تناولها المريض سابقا ستظهر عنده أعراض بسرعة ستزيد عنده المشاكل لن يحصل على النتيجة التي كان يحصل عليها سابقا فموضوع الدواء هو موضوع مهم جدا مهم بتركيزه مهم بجودته مهم بتوافره يعني ليس المهم فقط أن يتوافر الدواء لكن أيضا أن يكون نوعيته جيدا هل المشكلة فقط أنه هي المادة ما عم تكون بنفس الفعالية للدواء القديم ولا هي فعلا ممكن تأدي لضط مضاعفات أو ممكن تأدي لخطورة ولا هي بس ما بتأثر يعني هو أبسط أبسط شيء أنه التأثير قليل يعني مريض يتناول مثلا كمية معينة من الدواء لتخفيض الضغط الشرياني عندما يتناول دواء آخر ليس بنفس الكمية ستظهر الأعراض سيرتفع الضغط الشرياني هذا أبسط السبب لن ندخل في الأمور الأخرى مثل عدم جودة الدواء أساسا أو عدم وجود الأثر الحيوي المادة الفعالية تمام عدم وجود المادة الفعالية فببساطة انخفاض تركيز الدواء سيؤدي إلى مشاكل طب وبالتالي أطباء الداخل السوري أو حتى الصيادلة هنا على علم أكيد بهذا الموضوع ممكن يقدروا يلاقوا طريقة لتدارك أي خطر ممكن يأثر عليه الدول السياسي المشكلة هذه الأمور يجب أن تكون معايرة بدقة يعني معايرة الدواء ومعايرة الكمية الفعالة فيه ليست من مهم الطبيب الطبيب الذي يعين المريض هذه من مهم تجرى عليها أبحاث مخبرية وشهادات مصدقة لنعرف ما هي كمية الدواء الفعال الموجود فعلا الطبيب قد يلاحظ أن هناك أدوية لم تعد تفيد المريض بشكل جيد وسيقدر تقدير يعني ممكن يرفع الجرعة لكن هذا لن يكون دقيقا مئة في المئة ما هي الأمراض الأكثر شيوعا في سوريا؟ الأمراض المزمنة الأكثر شيوعا في سوريا أولا ارتفاع الضغط الشرياني ما هو المرض عالمي ارتفاع الضغط الشرياني الأمراض القلبية الوعائية نقص التروية القلبية احتشاء العضلة القلبية قصور القلب قصور التنفسي الربو والداء الرئوي الانسدادي المزمن قصور الكبد القصور الكلوي التهابات الكبد المزمنة بعض الأمراض المفصلية مثل الداء الرثياني هناك بعض الأمراض المعاوية المزمنة مثل التهاب الكولون القرحي أو داء كراون بعض الأمراض الجلدية مثل الصداف مثل الجمرة الخبيثة هي الجمرة عفوا مثل اللايشمانيا هي مرض معدي لكن قد يتحول إذا لم يعالج إلى مرض مزمن يعني هذه تقريبا أهم الأمراض المزمنة الموجودة في السوريا وسابقا كان موجود الدواء المناسب لها ما كان فيه انقطاع بأي نوع لا يكون هناك مشكلة في التعامل مع هذه الأمراض نعم نحن نرجع لك أكيد دكتور مجد في حال عدم توفر الأدوية وخاصة لمرضى القنيترا من محافظة القنيترا اللي أبنائها صاروا يمكن بكتير محافظات سورية لمين عم يلجأوا؟ هل النظام عم يسمح للمنظمات أنه تساعدهم؟ مجد عم تسمعنا؟ يبدو انقطع الاتصال ممكن نرجع نعاوض الاتصال بك لبين ما رجعت لنا مجد رح نشوف طبعا نتعرف على ما صرحت به مديرية الصحة تابعة للنظام حول هذا الوضع دمنا الإنفوغراف تابعة للنظام حول هذا الوضع تابعة للنظام حول هذا الوضع تابعة للنظام حول هذا الوضع بدي أرجع لك مجد كنت عم قول قبل الإنفوغراف أنه في حال عدم توفر الأدوية وخاصة لمرضة القنيطرة لأبنائها منعرف صاروا بكثير من المحافظات لمين عم يلجأوا بالعادة؟ هل النظام بيسمح للمنظمات الطبية بمساعدتهم؟ مجد عم بسمعنا؟ سأنتقل عن دكتور هيسم نحكي قليلاً عن الأمراض المزمنة في حال المريض لم يأخذ هذه الجرعات الكافية ما هي المضاعفات التي يمكن أن تنتج عنها؟ تمام كل مرض له مضاعفاته مثلاً ارتفاع الضغط الشرياني في حال لم نتناول العلاج سيرتفع الضغط تدريجياً وسيؤدي إلى عقابيل أو مضاعفات هذا المرض من صلابة في الشرعين ممكن أن يحدث نزف دماغي ممكن أن تحدث سكتات قلبية مثلاً قصور القلب إذا لم يعالج ستبدأ وظيفة العضل القلبية بالتردي وبالتالي سيعاني المريض من زلات لأقل الجهود من تراكم السوائل في أطرافه مثلاً مريض قصور الكبد إذا لم يأخذ علاجه أيضاً سيؤدي إلى تراكم السوائل والمنتجات السمية في الجسم وعدم طرح هذه المنتجات عن طريق الكبد القصور الكلوية أيضاً سيؤدي إلى تراكم بعض المواد السيئة التي كانت تستقلبها الكلية وتحولها إلى خارج الجسم سيؤدي أيضاً إلى زيادة السوائل في الجسم القصور التنفسي مثلاً إذا لم يعالج سيعاني المريض من ضيق نفس مترقي وأزمات ربو الأمراض التي لم نضرها مثلاً تدرن السل هو أمراض المزمنة إذا لم يعالج سيترقى المرض أكثر وسينشر المرض في من حوله السرطانات عموماً إذا لم تعالج تزداد فوعتها وتزداد شدتها عند المريض الأمراض المفصلية مثلاً المزمنة الدائرة ثياني كمثال إذا لم يعالج سيكون هناك معاناة من الأعراض المفصلية وأيضاً هناك تخرب للمفاصل إذن المرض قدما كان بسيط هو ممكن يتأزم بحال عدم تأزم غياب العلاج سيؤدي إلى ظهور العقابيل المزمنة وسنعاني من الأعراض الحادة الأمرين سيظهران رح نرجع أكيد للحديث معك دكتور ماجد بتمنى يكون صار الصوت أوضح كنت عم عيد سؤال عدتو يمكن أكثر من مرة عن أبناء محافظة القنيطرة على وجه التحديد بعد انتشارهم بمحافظات عديدة لمين هنا ممكن يلجأوا؟ هل النظام عم يسمح للمنظمات بمساعدتهم؟ يعني اللجوء دائماً يكون في مثل هذه الحالات إما لمبادرات فردية من بعض الهيئات الطبية مثل ما ذكرنا أو عن طريق بعض الجمعيات ولكن هناك العديد من الجمعيات ولكن هذه الجمعيات لا تقدم خدمات طبية إلا للعسكار ونحن نتكلم هنا عن الأمانة السورية للتنمية وخصوصاً أن في ظل هذا الوضع الطبي المتأزم نحن عندما نتكلم عن جهات غير حكومية بالدرجة الأولى يخطر في بالنا منظمة أطباء بلا حدود منظمة أطباء بلا حدود نعم مجد يبدو مجد أنه انقطع الاتصال أيضاً نتمنى نقدر نتواصل معك قبل الختام هاي الفقرة بدي أرجع لك أستاذ هيسام كان اليوم لفت تصريح حكومي يعني النظام عم بيقول أنه ما رح يضحي بمخزون الأدوية الموجودة بسوريا هل فعلاً هذا الشيء طبيعي أنه ما يضحي بهذا الوقت؟ وشكل ثاني أنه قديش هاي الأدوية أصلاً هي أدرانين أنه نخزنوها للدواء بشكل عام قديش ممكن يتخزن؟ يعني الموضوع ليس تضحية أو عدم تضحية إذا كان هناك مريض وبحاجة لعلاج معين فيجب أن نبذله له بانتظار القادم لا نعلم ما هو القادم أما مريض بحاجة للأدوية يجب أن نبذلها ما معنى أن نحتفظ بالدواء ولا نصرفه الآن هو كان غير أخلاقي أصلاً لن يؤدي هذا إلى نتيجة جيدة وهناك الأدوية لها مدة فعالية من الأدوية ما لها مدة فعالية سنة، سنة، ثلاث سنوات بعد فترة ستنتهي صلاحيتها ولا نستفيد منها وبالتالي لتصرف الطبيعي أن نصرف الدواء عند حاجته يعني ما في شيء اسمه تخزين أدوية أصلاً تخزين أدوية يبقين في الوقت كتير بط ضمن المدة الصلاحية أو الأدوية التي تحتاج تذكر كان في أدوية أنه لا تكون ببرادات بعض الأدوية طبعاً تحتاج إلى طرق حفظ خاصة من برادات، من حرارة معينة، من رطوبة معينة هذه أيضاً يجب أن تخطع لشروط صحية جيدة في التخزين ولا يجب أن تخزن إلى مدة طويلة وبكل الأحوال أي دواء تنتهي مدة فعاليته فقد انتهت الفائدة منه وبالعكس تحول إلى ضرر صحيح إذا ما نحكي عن غياب المخابر عن الخدمة وخروجها هل ممكن أن تؤدي إلى انتشار أمراض لم تكن معروفة من قبل؟ غياب المخابر ستؤدي إلى بشكل غير مباشر ستؤدي إلى انتشار أمراض يعني بمعنى أن هناك بعض الأمراض أعتمد في تشخيصها على المخبر خصوصاً الأمراض الساري والمعدية التهاب الكبد بأنواعه مثلاً التدرون، السل فهذه الأمراض إذا لم أشخصها مخبرياً قد لا أعرف كيف أتعامل مع هذا المريض ولا يعرف المحيطون به كيف يتعاملون معه وبالتالي هذا المريض سينشر المرض في من حوله وستنتشر هذه الأمراض ليس هناك علاقة بين أمراض غير معروفة أو معروفة المرض المعدي سينتشر إنما بشكل غير مباشر ربما المقصود هنا هو عدم قدرة على توصيف المرض تمام، هذه الفكرة أنني لا أشخص هذا المرض، المرض غير مشخص قد تحدث بعض الأعراض عند مريض سريرياً نتوجه إلى مرضين أو ثلاثة لكن لا نجزهم بالتشخيص، نحتاج إلى المخبر فغياب المخبر سيؤدي إلى إبهام هذا المرض وكونه مبهم وبالتالي قد لا يأخذ العلاج المناسب له نعم صحيح بدي أرجع لك مجد إذا ممكن ترجع تعلق إذا حابب على السؤال السابق وأيضا بدي أسأل عن كيف الناس عم يقدروا يدبروا أمورهم يعني الغلاء المعينة، غياب الدواء سمعنا عن أكثر من الدكتور حاول يفتح عيادته يعني خمسين ليرة يمكن على المعين أو هيك شي يعني تشبه مجاني في كثير حالة سمعنا، قديش هذه الحالات عم تفيد؟ هناك العديد من الأطباء الذين يقومون بهذه المبادرات ولكن المبادرات هي مبادرات فردية المخزون الاحتياطي بحسب نقيب الصيادلة يكفي لثلاثة أشهر فقط ولكن في ظل نقص الوقود وأيضا الوضع المتردد الذي نعيشه في سوريا وضمن هذه العقوبات أعتقد أن القطاع الطبي لن ينجو من الأزمة وخصوصا أن الأداء الحكومي يقتصر فقط على مراقبة بيع الأدوية المهربة دون إعطاء أي بديل أو أي حلول في القطاع الدوائي أعتقد أن الأزمة الحقيقية سوف نتلمسها خلال أسبوعين أو ثلاثة بخصوص موضوع الأدوية حيث يمكن نعم مجد يبدو أن نفقد الاتصال من جديد أستاذ هيسم شو ممكن العالم بهذا الوقت وبهذه الظروف الاقتصادية الصعبة أنه كيف ممكن هن من الموجود أنه يدروح حالهم من انتشار هاي الأمراض المعدية الوقاءة وهو فيه كيف يقو حالهم من هالأمراض يعني بشكل عام الأمراض المعدية يجب أن نأخذ احتياطاتنا النظافة الشخصية التعامل المدروس مع المفرزات المريض إذا كان هناك مريض موجود لدينا مريض يعاني من مرض مزمين ارتداء الكمامات مثلا عند التعامل القريب منه الغذاء الصحي والغذاء الجيد طبعا إذا توافر وحسب المقدور عليه التعرض للشمس الأكثر من شرب المياه يعني نحاول بهذه الإجراءات أن نخفف من آثار السلبية لغياب الدواء أو لغياب الوسائل التشخيصية هذه تقلل لكنها للأسف ليست كافية إذن لابد من وجود كوادر طبية كافية ومخابر وأدوية رح شارك مشاهدينا بسؤال حلقة اليوم ونسبة التصويت في ظل غياب الأدوية والتوقف المخابرة عن العمل هل تتأزم أحوال مصابي الأمراض المزمينة في القناترة نسبة التصويت كانت 84% قالوا نعم و16% فقط قالوا لا للأسف الناس متوقعة يعني أنه تكتر الأمراض بالفترة اللاحقة بسبب قلت وجود الأمراض غياب الأدوية وغياب الإجراءات العلاجية سيؤدي إلى زيادة تفاقم الأمراض وانتشارها بشكل أكبر أكيد أكيد دكتور بالنهاية بدي أشكر الصحفي مجد رسلان كان معنا من دمشق والدكتور هيسم أحمد شكرا لكم شكرا لكم فاصل قصير وبنتابع أكيد اشتركوا في القناة